طرحت شركة سامسونج إصدار جدين من سلسلة S24 وهو سامسونج جالكسي S24 Ultra و S24 Plus ورغم أنه في الشكل الخارجي ما يختلفش كتير عن S23 الإصدار اللي قبله بس المميزات اللي فيه مختلفة عنه أولها استخدام سبائك التيتانيوم بدل من سبائك الألمونيوم اللي بتدي متانة وقوة تحمل أكبر وفي نفس الوقت بتخلي وزن التليفون أقل تاني ميزة وهو دعمه لتقنية الزكاة الاصطناعي جالكسي AI واللي تعتبر نقلة جزرية في عالم الهواتف زي ما وصفوا مسؤولين شركة سامسونج في المؤتمر وأهم مميزات الزكاة الاصطناعي في التليفون هي الترجمة المباشرة والفورية لأكتر من 13 لغة عشان الشات يكون أسهل وأسرع أما الكاميرا والتصوير فسامسونج وفرت ميزة الكاميرا المقربة بدقة 50 ميجابيكسل بمعالج سناب دراجون 8 جين 3 يعني تصوير أفضل عشر مرات من آخر إصدار الموبايل برامات 12 جيجا رام والميموري تقدر تختار ما بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرة نيجي بقى للجانب الأهم وهو سعر السامسونج جالكسي S24 Ultra بيبدأ سعره من 1199 دولار أمريكي يعني حوالي 36 ألف جنيه مصري